اهلا بكم الى موجز اخبار الان دخل اتفاق وقف التصعيد شمال محافظة حمص حيز التنفيذ اليوم عند الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع الروسية وقالت الوزارة ان الاتفاق يشمل اربعة وثمانين تجمعا سكانيا شمال حمص يقتنها نحو مئة واربعين الف شخص قالت لجنة الامم المتحدة لتقص الحقائق في سوريا ان تنظيم داعش الارهابي لا يزال يرتكب ابادة جماعية بحق الاقلية الايزيدية في العراق بعد ثلاث سنوات واضحت اللجنة ان الاف الرجال والصبية من الايزيديين ما زالوا مختفين والتنظيم الارهابي واصلوا تعريض نحو ثلاثة الاف امرأة وفتة في سوريا لعنف مروع اكد وزراء اعلام الدول الداعية لمكافحة الارهاب على اهمية العمل على التصدي للحملات الاعلامية الداعية لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر كما اكد وزراء الدول الاربع المجتمعين في جدة على الرفض القاطع للدعاوى الموجهة الى تسييس الحج والزج بهذه الشعيرات الدينية في خدمة اهداف سياسية مغرضة سيطرت قوات النخبة المنضوية تحت لواء قوات الشرعية في اليمن على مدينة عزان ثاني كبرى مدن محافظة شبوى جنوب البلاد بعد ان طردت عناصر القاهدة منها المدينة وانتشرت القوات في المقرات الامنية والعسكرية في المدينة واستحدثت نقاط تفتيش في الشوارع لتثبيت الامن والاستقرار فيما توجهت قوات اخرى نحو مديرية حبان في المحافظة وصل الى بريتوريا الرهين الجنوب افريقي ستيفن مكجاون الذي كان محتجزا لدى تنظيم القاعدة في مالي منذ عام 2011 وقال وزير الامن الداخلي في جنوب افريقيا خلال مؤتمر صحفي عملية اطلاق سراح مكجاون لم تكن عبر دفع فدية بل نجحت الحكومة في تحريره من دون شروط عدى الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان العلاقات مع واشنطن وصل بين واشنطن وموسكو وصلت الى مستوى خطير جدا لم تصله من قبل محملا بذلك المسئولية للكونغرس الذي صادق على قانون عقوبات جديد ضد روسيا وكان ترامب وقع على قانون العقوبات الجديد لانه وصفه بالملئ بالعيوب وقال ان بعض احكامه غير دستورية امرت السلطات اليونانية باخلاء عشرات المنازل في منطقتين سكنيتين جنوب العاصمة اثينا بسبب حريق غابات اججته الرياح القوية وبحسب رئيس بلدية لاغونيسي التي تشهد الحرائق فان الحريق يستعر وسط المساكن فيما اكد مسؤول في ادارة مكافحة الحرائق ان ثلاثة من افراد الاطفاء اصيبوا بحروق طفيفة بسبب الحريق الى اللقاء اشتركوا في القناة